اظهرت لقطات صادرة على التلفزيون الوطني الايراني ان مروحية اطلقت صاروخا باتجاه نموذج لحاملة الطائرات الامريكية ومن ثم نزل فريق هجومي من مروحية عبر الحبال وقامت قوارب ايرانية بتطويق نموذج حاملة الطائرات الامريكية كما قامت القوات الايرانية خلال المناورات باستخدام مدفع مضاد للطائرات لاطلاق النار ضد طائرة بلا طيار في مكان قرب مدينة بندر عباس هذا وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس التابع للبحرية الامريكية المتمركز في البحرين يوم الثلاثاء من القوات الامريكية ظلت متحذرة من سلوكيات ايران المتهورة وغير المسؤولة مشيرا الى ان تصرفات ايران هي للتخويف والاجبار كما قالت ان هذه المناورات لم تعطل عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة ولم يؤدي الى اي تأثير على التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة اظهرت صورة التقطها قمر صناعي امريكي يوم الاثنين ان الجانب الايراني وضع نموذج حاملة الطائرات الامريكية في مضيق هرمز وارجعت وسائل الاعلام الامريكية السلوك الايراني بانه يستهدف الرد على تعرض طائرة ركاب ايرانية للاعتراض من قبل مقاتلة امريكية الاسبوع الماضي اشتركوا في القناة